انا كنت بتحدث في بداية الحالة النهاردة رسول احمد وعايزك تشاركني الرأي كمان في مجموعة من جميع النادي الاهلي شايفة انه فريقها اكيد هيكسب في مجموعة قليلة من جميع النادي النادي تقولك لا والله احنا حالة مش جيدة فاحنا هنخسر فانا قلت انه الحالة دي دايما في مباراة القمة مش المفروض تبقى موجودة عشان المباراة هتفضل 50-50 بين الفريقين دائما وابدا تاريخيا رأي حضرتك ايه؟ يعني انا ويدك تماما طول عمر ديربي الاهلي والزمالك 50-50 بغض نظر عن حالة كل فريق فيه يعني عمرنا بدخلنا ديربي غيره دايما فيه اعتبار لو حد احسن فالتاني ممكن يحقق مفاجأة والعكس انت مطمئن على حياة الزمالك دلوقتي انه قادر انه يفوز بالسوبر بالحالة ان شاء الله الفريق فيها باذن الله يعني السوبر ويسعده جماهرهم باذن الله الفريق يعني على قلب رجل واحد وفيه روح عالية جدا في التدريبات وان شاء الله يكونوا قد المسؤولية ويفرحون متوقع عدد كبيرة الجمهور نادي الزمالك بطبيعة الحال في المباراة في السعودية ان شاء الله يا فنم هو الاستاذ الساعة تقريبا مساعته مش كبيرة اوي فطبعا يعني اعتقد ان العدد ان شاء الله يتميلي باذن الله ونثمنى بس يكون جمهور الزمالك قاعد في مكان جمهور الزمالك وجمهور الاهلي قاعد في مكان جمهور الاهلي لان حصل شوية يعني المرة اللي فاتت طبعا التنظيم كان رائع محدش يقدر يتكلم لكن حصل تسلل لبعض الجماهير المنافسة في مدرجات الزمالك وده امنيا حتى مش مرغوب في يعني يعني عارف كل جمهور بيقعد في مدرجاته وبيفرح وبيهيس او بيشجع بطريقته فنتمنى بس نكون الملحوظة دي في الاعتبار ان محدش يتسلل بشكل ما لجمهور او لمدرجات الفريق المنافس الوينش موجود في قائمة الفريق اللي مسافر بكرة يا فندم لا مش في القائمة بس ان شاء الله يسافر معاهم عشان يدخل في الاجواء يعني الوينش العيد كبير ومنتظرين عودته فرغ الصبر لكن طبعا صعب يدخل القائمة دلوقت صعب سيد احمد سالم اوام في القائمة اصلا بس اوام سافر مع الفريق اوام سافر مع الفريق سيد احمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات المهمة